لطيف جداً مبارح كان فيه مسرحية اسمها إحنا بالألوان زي ما حضرتكم شايفين كده على شاشة العرض المسرحي ده أقيم مبارح على مسرح الهناجر في دار الأوبرا وكان الحقيقة مجلس دارة النادي الأهلي وعلى رأسهم كابتن محمود الخطيب حارسين على حضور العرض المسرحي وكان معهم طبعاً كتير من الشخصيات طبعاً كابتن محمود الخطيب سيد خلد مرتجي وزير عمري فاروق وغيرهم طبعاً من أعضاء مجلس دارة وكان فيه مسؤولين كبار من مجلس شباب والرياضة العرض ده قدموا أولاد النادي الأهلي 43 موهبة من داوي الهمم تم التحضير للعرض يمكن على مدار شهور طويلة في فرع الأهلي في الجزيرة ومدينة نصر تحت إشراف لجنة داوي الهمم واللجنة العليا للجان ويمكن كابتن خطيب كان حريص أن يطلع على الستيج للولاد نفسهم ويتصور معاهم وبعد انتهاء العرض المسرحي هنى الولاد وإداهم زي شهادات تقدير مجهود خرافي على فكرة اتبازل في العرض ده وخليني أقول متابعي قناة الأهلي إن شاء الله قريباً جداً وحصرياً هتتابعوا العرض المسرحي بشكل حصري يعني على شاشة الأهلي قريباً جداً قبل ما نكمل حلقتنا نروح لفصل ونرجع لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر